اذا سهمت نتائج اعمال الشركات والمؤشرات الايجابية بالشأن النمو الاقتصادي في ارتفاع الاسهم الامريكية هل هذا هو السبب الرئيس ام ان هناك اسباب اخرى هذا ما ساطرحه على ضيف رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعة اكوتي للخدمات المالية مساء الخير رائد وبداية ارتفاع مؤشر داو جونز وستاندرد انبورس 500 في ختام تدولات الجمعة الماضية الى مستويات قياسية جديدة هل هذا يرتبط بموسم اعلان نتائج اعمال الشركات ام تعتقد ان هناك عوامل اخرى حقيقة هو تضافر مجموعة من العوامل ليس فقط موسم الارباح الذي كانت تنتظره الاسواق بشكل كبير ان يكون ايجابيا خصوصا مع ارتفاع مستويات التطعيمات حول العالم انخفاض حالات كورونا الافاق الايجابية بتحسن الطلب العالمي اجمالا وبالتالي ذلك عزز بعض الارتفاعات فبعض القطاعات القيادية التي كانت تجهدت ثورة كبيرة او فورة كبيرة خلال عام 2020 من قطاع تكنولوجيا وقطاع ايضا الصحة لا يزالان مهمين نوعا ما على الاسواق مثل ما ننتظر اليوم نيتفلكس يعني تصدر بيانات اضافية يعني كمثال لقطاع تكنولوجيا المستفيد بشكل كبير والترفيح على وجه التحديد اعتقد ان المقومات الموجودة في السوق حاليا اضافة الى التضمينات التي اظهرها الفيدرال الامريكي بان السياسة التحفيزية السلسة السهلة القروض الرخيصة ستبقى مستمرة لفترة اطول وذلك على الرغم من ان التضخم قد يرتفع حقق دفع ايجابي للمؤشرات الامريكية كمؤشر داو جونس ومؤشر سم في فايف هندرد كلاهما يحققان الاداء الايجابي على الرغم من انه يوم امس واليوم كان في عنا بعض التلقاء او التراجع بعض الشيء في هذه المؤشرات وهذا امر طبيعي نتيجة عمليات جني ارباح واسعة النطاق لانه لسه عم منزور historical highs او قمم تاريخية على كلا المؤشرين وهذا يعتبر يعني فرص ايجابية بالنسبة للمستثمرين لخطف وجني الارباح بعض الشيء وذلك يسبب التراجعات الانية ولكن الاتجاه العام الصاد لا يزال مدعوم بالعديد من العوامل على رأسها التضخم المرشح للمزيد من الارتفاع بفضل السياسات النقبية التحفيزية وايضا الاداء الايجابي الذي تحققه الشركات اجمالا في منسم الارباح وعلى رأسها تطاع المالي الذي ايضا يظهر تحسن وايجابية كبيرة يجب ايضا ان نستفيد في مسألة كورونا والاقتصاد الامريكي بدأ يتعافى من الجائحة خاصة مع استمرار حركة التطعيمات على مستوى الولايات المتحدة كيف سينعكس ذلك على اداء الاسهم الامريكية برأيك يعني اعتقد بدأ يظهر لدينا بوضوح الارتباط الفعلي بالرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين بحالة الايجابية التي تكتنفها الاسواق بما يتعلق بالتوسع في التطعيمات انخفاض عدد الحالات العالمية في كورونا اعادة فتح الاسواق وبالتالي عودة القطاعات التقليدية للارتفاع مجددا بنتيجة التفاؤل بالفترة المستقبلية وبدأ أن يظهر هذا الامر بعض الدول الاوروبية التي بدأت تخفف نوعا ما من الاجراءات الاحترازية والعودة مجددا لفتح الاتصاد بشكل اكبر وبالتالي ذلك يحرر الاسواق عموما ولكن النقطة الابرز التي تتفضل فيها هي انه هل هذا الارتباط مستمر الى فترة ممتدة اطول على الرغم من بقاء هذه الجائحة في الفترة الحالية هذا هو الذي يطمئن المستقبلين لأدخل استثمارات لفترة زمنية اطول لاحظنا بشكل واضح ميلهم اكتر الى القلق نوعا ما والاتجاه نحو الملادات الامنة او انصح التعبير الخالية من المخاطرة مع ارتفاع عوائد السندات لاجل عشرة اعوام وهي يعني عزوف عن المخاطرة نوعا ما ولكن في نفس الوقت الاداء الايجابي الذي يعني تظهره البيانات الخفاظ عدد الحالات وارتفاع مستويات تطعيم وايضا قيام شركات مثل جونسون ان جونسون ببيع كميات كبيرة يعني وعدوا بخمسين مليون جرع للمنطقة الاوروبية التي تضررت كبير من جائحة كورونا هذا بحد ذاته عم يعطينا تفاؤل بالفترة القادمة عزد الوظائف الامريكية التي تم اضافتها كبير جدا وعودة الى المستويات الطبيعية اسرع مما كان متوقعا في الفترة القادمة هذه هي الاشارات الايجابية التي تنتظرها الاسواق ولذلك مرشحة الداو جونس والاسم بي فايف هندرد والمؤشرات الامريكية لمستويات تاريخية جديدة اعلى في الفترة القادمة على الاقل خلال الشهرين القادمة سندات الخزانة الامريكية لأجل عشر سنوات سجلت اكبر تراجع اسبوعي في عوائدها منذ يونيو الماضي هل هذا مؤشر على ان السوق ادركت ان الفيدرالي الامريكي عليه ان يقدم على رفع اسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم يعني الى درجة كبيرة الموضوع هو مرتبط بانه الفيدرالي الامريكي مصرر على الابقاء على السياسة التحفيزية بفترة ممتدة اطول ولكن العامل يعني المستقبر امام خيارين اما ان يأخذ المخاطرة وان يتجه الى الاسواق وهنا يعني نشهد ارتفاعات اسواق الاسهم وعندما يشعر بالقلق يبدأ بالبحث عن ملاذات امنة او عن عوائد دون مخاطرة وهنا دلالة على زيادة السيولة في الاسواق على زيادة السيولة الزائدة عن الحاجة والاتجاه نحو المصات السيولة واللي هي السندات ذات الاجال الطويلة نسبيا بدأ الخفاض عوائد السندات الامريكية هو اشارة ضمنية على ان الاسواق نوعا ما يوجد هناك فرصة ببيلة موجودة في السوق ولذلك يرغبون بالمخاطرة التراجعات المؤقتة اللي شكناها باليومين الماضيات عودة السعار الذهب للارتفاع اذا يوجد قلق نوعا ما وهذا سبب انخفاض عندي عوائد السندات بالتالي عندي عامل التضخم مهم جدا عامل ارتفاع عوائد السندات هو مرتبط بنية الفيدرال الامريكي بالابقاء التحفيزية لفترة ممتدة وطويلة وممكن ان تتجاوز عام 2023 لذلك بدأت تستوعب الاسواق هذا الامر وانخفضت عوائد السندات هذا عامل اضافة الى انه فعلا السياسة التيسيرية الضخمة والقروض الرخيصة بدأت تظهر او تدفع مستويات التضخم بالارتفاع هذا عامل اخر وبالتالي وجود الرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين مبرر في الفترة الحالية بالرغبة بانه يكون في عندي استثمار ثانيا انه استهداف مستويات التضخم اعلى في الفترة القادمة الربع الاول من هذا العام شهد نشاطا كبيرا في الطروحات من خلال الشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص كيف استفادت السوق من ذلك؟ يعني هذا يعتبر الاستثمار السهل نوعا ما عندنا سيولة فائضة فعليا في الاسواق وسيولة بنتيجة القروض الرخيصة يتم توظيفها الى اسهل انواع الاستثمار وهي الاقتراب بشكل مباشر وارتفعت عندي الطروحات في العام 2021 بالربع الاول بما يقارنه مع نفس العام من العام الماضي 2020 بحوالي يعني من 157 الى حوالي 170 نحن عم نتحدث مليار يعني هذا يعتبر رقم نوعا ما كبير لكن النقطة الابرز هي انفتاح الاسواق او عودة فكرة الاستحواذ وفكرة الاكتتابات وفكرة الطروحات الجديدة مع العام 2021 مع انحسار الاثار السلبية لكورونا وكوفيد 19 على الاسواق بشكل عام ونظرة مستقبلية اكتر تفاؤلا في الفترة القادمة ذلك شجع نوعا ما ارتفاع الطلب على الطروحات الاولية نوعا ما وعزز مثل هذه الامر وذلك يعتبر امر ايجابي الى حد ما حتى يقول الفيدرال الامريكي او صناع السياسة النقدية بان مستويات السيولة ضخمة ومستويات التضخم اصبح قلق وخوفا من ان يكون هناك تضخم خارج عن السيطرة يبدأ بتشديد السياسة النقدية رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعة اكوتي للخدمات المالية شكرا جزيلا على مشاركتك معنا اشتركوا في القناة